اه طبعا سيدات الطائرة بعد ما فازوا او فزنا باقب السوبر الاول في مصر في كرة الطائرة خدوا اجازة يومين ورجعوا تاني السيدات بقيادة طبعا كابتن حمد الصافي رجعوا مرة اخرى للتدريبات استعدادا لاستئناف النشاط مرة اخرى طبعا كابتن حمد الصافي ده مراحة 72 ساعة 72 ساعة بالنسبة لكابتن حمد ده يعني احنا بنتكلم في ظاهر والله بجد انما كنت يستضيف اللاعبات كنت اقولهم كابتن حمد يعني بيديه هو 24 ساعة 48 ساعة لو حد عنده يعني حاجة ظروف يعني انما 72 ساعة ده يعني كابتن حمد الصافي يعني مبسوط جدا واخر مباراة ليه هو ما بفكر حضراتكم كان مباراة نهاء الكأس السوبر كان معنات السيد وفزنا 3-0 كانت فيه صالة المقولين العرب وفي الرئيسنا بتستعد طبعا لاستئناف الدوري والكأس بشكل جيد المحترف هيمكن غايبة شوية عملية مش موجودة الفترة اللي جاية ولكن الاسكواد يقدر يستوعب الغيابات دي نفس القصة بالنسبة للسيدات مع الموسيبو انت شغال هتلاقي صباح ولكن المهم هو استعدادك ممكن يبقى فيه صدمة لعيب مهم غاب عنك ولكن انت يعني فرقتك تستطيع يعني تحتوي هذه الصدمة بوجود لعبات وسكواد كبير اه يبقى هو ده الشغل لكل موديل فنية ازاي عمل حساب قياب لاعب وثنين وثلاثة عني أثناء الموسيبو وده كابتر حمد الصافي اللي عمله طوال فترة الاعداد